شهر رمضان يتشغلب يومنا بالكامل ونحس أنه في الأوقات اللي إحنا متعودين ننجس فيها ما بتكون عندنا فيها هذه الطاقة ببعض إحنا نايمين وما أنا قادرين أصلا نكمل اليوم والأوقات اللي نكون نايمين فيها وحنام فيها أو طاقتنا فيها قليلة بتكون هي الأوقات المتاحة للإنجاز وهنا يجي السؤال الكبير كيف أستمر على المذاكرة في رمضان ففي هذا الفيديو سيشاركك نصائح دار طاقتك، خطوة مذاكرة الآيلز، وتكنيكات التركيز السلام عليكم في القناة، كيف حالك؟ اللي منكم جديد هنا أنا عبد الرحمن حجازي وقصتي بدأت من الصفر حققت الدرجة الثمانية فهذا القناة بتكلم عن الآيلز والإنجليش والنجاح المهدي فهنا نحن نتكلم عن نصائح لدارة الطاقة ونجي نتكلم على أول نصيحة اللي هو إعادة هيكلة الروتين فقبل ما أتكلم عليها كل عام وأنت بألف خير رب يتقبل مننا ومنكم وفقنا لطاعات بإذن الله ورمضانك مبارك والسبب اللي خلاني أسوي هذا الفيديو وبصراحة أسوي قبل رمضان بكم يوم، الآن قاعد أسجل بكم يوم عشان أنه دائماً هذا كان السؤال العالمي وصلني حرفياً في كل 80 سنوات الخيرة عبد الرحمن، أنا ماني قادر أسوي شيء، أنا وقفت أماماً لأنه أنا كنت من الناس هدولي اللي كانوا دائماً كده حاتوا ماشية ويجي رمضان وفجأة كل شي في شكل وبالتالي لما تضبط توقعاتك تقول أوكيي اليوم حقي حيكون أصلاً مختلف، فخليني أبني من جديد زي كأنه بابني كده صفحة جديدة، يوم جديد، روتين جديد بالكامل لأنه صراحة توقعاتي حاجة مهمة، إذا أنت متوقع أنك حتنجز إنجاز مية بالمية في طوار رمضان إيوه، هذا مكتوب أو إنك تقول أنا ما حقدر أسوي حاجة وخليني أقف الحياة كلها وخلاص ونشوف بعد رمضان هذا مكتوب مكتوب وحتلاقي نفسك قاعدة تقول يا إخي كنت استثمرت الوقت أو كنت كملت الاشياء الكنت أتمنى أن أكمل عليها فإنحتاج أكون في النص، إيوه وطاقة يتكون مختلفة، إيوه ووقت عندنا سيكون مختلف وبناء عليه وطاقتي وأوقات اللي أنا مركز كنت مصحصح فيها لأ ما أحكت مصحصح فيها والعكس مرة 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 مهم بالنسبة لي فدائما إن أفكر أن أنا الآن عائش قبل ما يبدأ رمضان أتخيل آخر رمضان كان بالنسبة لي كيف كان جوي ماشي وبناء على طاقتي يومي جدولي عملي مع الصيام مع التراويح وزي كده مع العبادات فبحاول أخطط يومي من البداية واحد الحاجات اللي أحاول أركز علينا أكون واقعي ومنطقي مع نفسي يعني أنا فيه وقات أنا ما أقدر أسوي فيه حاجة وبالتالي أكتب أنه ما أقدر أسوي فيه التمريني أدوبي بس بتمرن وبعدها خلاص عني كده نص ساعة أنا ميّ تقريباً وبعدها بعد المغرب ما ماني حاطت حاجة يعني فتوقعاتي صريحة شوية وما هي أي منتجة ما تشوف جدو عبد الرحمن أو واو انت نفس التعجيل اللي كنت فيها لا ولا أبغى أحاول حافظ على هذا الشي فبكون واقعي كمان النصيح الثاني النوم الكافي أغلب الناس طبعاً يسهروا مرة كتير أو يناموا مرة كتير فأنت بتكون في النص بالضبط إنك لسه تحافظ على الساعات اللي هي ما بين الستة لتوانين ساعات بالنسبة لي ست ساعات لتوانين ساعات ستة لسبعة وكتاب وكتاب حرفين غير حياتي لما قليته بسبب تأثير النوم على الحياة بشكل علامة وجودة الحياة وجودة الأداء الإنتاجية كل حاجة فصرت إنه لا أحتم إنه ما أكون مثل نايم بتات أربعة ساعات ولا 16 ساعة طبعاً أنا صيح التادة التمليل اليومي أنا أدري مو كل ناس يحسوا هذي فكرة حلوة إنه أتمرن والردي أنا صايم والردي تعبها نوع ما فالمو قضي دائما عليك تتمرن قبل الإفطار ممكن تتمرن بعد التراويح بس طبعاً لما تتمرن ساعة في اليوم ما هيبقالك 23 ساعة في يومك هيبقالك 26 ساعة في يوم حرفي يعني كمية الإنتاجية والطاقة اللي أحس بيها لما أتمرن ساعة أنا يعني زيك إنه حرفين يومي صار 27 ساعة ساعة ما حد تتمرنت بقية لي 26 ساعة بسبب التركيز الفوكس الأنرجي الطاقة اللي موجودة اللي أغلب الناس يحسوا أوه رمضان أنا أجست وقف كل حاجة وبعدين هنكمل ونشوف الوقت وعلى فكرة اللي أنت تديد هنا ممكن تشترك في القناة لأنه حرفين هذا الفتر مركز بشكل قوي يتكلم عن الآيلس وتكنيكات وتعلم اللغة الإجليزية ونجاح المهند طيب فلحين يجي الجزء الثاني اللي هو خطة مذاكرة الآيلس الخطة رح أقسمها على جزئين الجزء الأول هو التطوير الجزء الثاني هو الآيلس نفسه جزء التطوير ميزته أنه تقدر تسويه حتى لو ما فيك طاقة مرة عالية في رمضان بشكل عام ودائماً أنا بركز على ساعة واحدة على الأقل فتكت تدي ساعة لساعتين إنه جزء التطوير بناءًا على تجربتي على الكلام اللي سمعته كتير أغلب الناس يفضلون أن يكون كده وقت كده فيهم شوية حالة إنه إذا قلت لك تسويهم بعض العصرية أو في الظهر بعض الناس مر ما يقدروا فأنا أحس الوقت المفضل لساعة التطوير هو بعد التراويح فالساعة هذه عبارة عن ثلاثين دقيقة حسمع فيها برامط صوتية وحسمعها لشيء مناسب مستوية البرامط الصوتية ورابطها موجودة تحت وتكلم نعد عليه في فيديو ثاني كيف تسمع بالطريقة الصحيحة بأمثلة عملية كالعادة الجزء الثاني حيكون عبارة عشرين دقيقة قراءة روايات بفهم فأنت عليك تقرأ قصص وروايات وهذه بتكون فهم وحرفين حتلاقي مستواك إنه قاعد تمارس المدخلات حقيقة الاستماع ومدخل القراءة الجزء الثاني حيكون عبارة عن خمس دقائق كتابة حرة بأنك تجيب لك موضوع أو تستخدم لك تطبيق اللي هو أنك تكتب لمدة خمس دقائق في هداك اليوم آخر خمس دقائق حتكون ممارسة محادثة سواء في تطبيق سواء محادثة ذاتية يزيمة تكلمت على فيديوهات كثير جدا أو تطبيقات زي سبيك كامبلي هدا الفكرة أصلا تكلمت عليها بشكل مفصل جدا في أحد فيديوهاتي ساعة تطوير من أقوى فيديوهاتي بمعنى صح ووردت فيها بشكل عملي بالمصادر بأمثلة إذا كان موضوع جديد عليك لأنك أنت الآن بتطور من مستواك بالممارسة وهذا الشيء له تأثير ضخم ومهول حلو في تحين يجل الجزء الثاني جزء ساعة مذاكرة الايبوز أنا أديها ساعة ممكن تخليها ساعة لساعتين قدم زود قدم أكها الأفضل بس هذه الساعة يعني الشيء اللي تحتاج أن تكون فيها أن تكون طاقتك عالية ويكون وقت خالي وقليل من مشتتات إنه في الاستماع أنت تسمع برنامو صوتك أنت تقعد تضبط البيت وأنت تقعد في الطريق وأنت رايح لي مكان راجع مكان فحتى يعني مو لازم تأخده ورا بعض لكن ساعة متاكرة أص يفضل جدا أن تكون طاقتك فيه متوسطة إلى عالية لأن هذا هو الوقت اللي حتخش فيه في التكنيكات والتدرب والاختبارات التجريبية والاختبارات التجريبية ما ينفع أنك تقطعها في النصف تحتاج أن تكون في وقت كذا هادي شوية وتقي تركز فيه أنا بالنسبة لي أقول هذا وقت الفجر سواء إذن الناس يسحروا فقبل الفجر أو بعد الفجر حاجزة كده من كده الدنيا كده تهدى شوية وتقدر تركز فتكنيكات التركيز هتكلم عليه في دقائق بس جدولك في هذه الساعة راح تكون عبارة عن انك هتاخد أسبوع لكل قسم فلقسم الاستماع الأسبوع الأول قسم القراءة الأسبوع الثاني قسم الكتاب الأسبوع الثاني قسم المحاذة الأسبوع الرابع أو إذا كنت في نصف مذاكرة هتكامل مكان الليكنت موقف فيه فاليوم الأول سأعطيها لمذاكرة ترسيات القسم سأروح للقناة هديكة اللي هي هادي وهشوف الفيديوهات سأأخذ فكرة عن إش ومثلًا قسم الكتابة بعدها اليوم الثاني سأركز على التكنيكات سوف أرى كل الفيديوهات عبد الرحمن يشرح فيها أو بوريك فيها تكنيكات وأطبيلك هي عملية أشرح لك التكنيكات وأطبقها فأحاول أركز أن أرى الطريقة آه ها هي طريقة الحل ها هي سلوب الحل ها هي الخطار المفروض ما أسويها فتكنيكات تتقن، تكنيكات تروم، تكنيكات حاد كلها فيديوهات ضخمة ساعدت الألاف الألاف من الناس فإن سيكون شيئا جدا 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 الأيام الباقية من الأسبوع اللي هي الخمسة أيام الباقية هتركز فيه على اختبار تجريبي وغالبا هاخد اختبار تجريبي واحد عشان وقت يكون ضيق إذا تقدر أكثر طبعا خير وبركة بس هاخد اختبار السماع، أخر استباع كامل بعدها رح أحلل من أخطائي وكده يكون خلص يومي واليوم البعده هكمل على الاستماع هكمل على الاستماع لين ما يخلص الأسبوع بعدها هروح للقسمة اللي بعده وبعض الناس يحسوا أقصا الصوم حيخليك كده خلاص ما انت قادر هو مرتبت بالطاقة إذا انت وازن طاقة زي ما قلنا في الجزء الأول ومورك حتكون طيبة لأن في 2017 مجلة نيترشن هذي ايجنج سووا دراسة عن أن الصيام الدوري له تأثير في الوظيفة الإدراكية وبساعد على الانتباه والذاكرة والمرونة للمعرفين وشخصيا أنا كعبد الرحمن ألاقي أنه أنا مخي فجأة يطفي في رمضان وفجأة ما لا هي عبارة عن أنه أنا بختار الوقت الغلط وأنا متوقع من نفسي أنه أكون مصح صح مثلا وأنا لم يصلح أنه أجد وليد غير فهو مباشر بس كموقع عبد الرحمن لا بالعكس أحس أن في عضوحين حسب فريقي يقول عبد الرحمن أنت تجي لك أفكار المرة غريبة ومرة قوية في رمضان وأحس أنه أنا شغال بعض الوقت بنتاجي بجودة أفكار أعلى يعني ما أدري أن تسميها البركة وبركة الصيام وإيش وبركة رمضان لدي أفكار لكن أكون ما أحس أنه يعني ما عنده ساعات عملي أقل بس أحس أنه قاعدين يخلصوا النيجز كويس المهم ليجي لأول تكنيكة في التركيز الاختيار الواعي هنا أغلب الناس يروحوا في الديفالت ياس إيوة لكل حاجة أي حاجة ديوم صاحب المتصع يذكر أنه لازم تروح مع يخي هذا رمضان هذا الشهر إنت عليك تختار إيش الشيء الكويس بالنسبة ليك ما هو كويس بالنسبة ليك بالنسبة لأولوياتك بالنسبة لحياتك بالنسبة لأحدافك فإنه أقول إيوة لكل حاجة دائماً أكون على السوشال ميديا دائماً أتفرج كل ربع حاجة حتنزل بفرمضان لازم أشوفها إخي ممكن تحفظها ممكن تختار فأبغاك تختار بشكل واعي إنه إيش الأشياء اللي تبقى تسويها إيش الترفيه اللي تبقى تشتغل فيه إيش الأشياء اللي تبقى تتجنبها وتحاول من البداية تأخذ منك قرار إنك تقول لا الأشياء اللي ما تبقى تسويها هذه عبارة عن تكنيكة وبنفس الوقت عادة تكلم عليها كتاب The Seven Highly Effective أو The Seven Habits of Highly Effective أو The Seven Habits of Highly Effective عالية فأول حاجة بدي فيها المبادرة أغلب الناس يقول لك أوه أنا شو يسويه الناس قلولي كده طيب لا أنت تقدر تقول لهم لا يعني أغلب الناس ينسوا إنه يقدروا يبادروا يسويوا حاجة مختلفة ويتحكموا لأنه هذي اختيار ربنا أدانا هو إنه نقدر نقول إيه ونقدر نقول لا ممكن ملازم نقول لا بوقاحة ممكن يقول لا بشكل استراتيجي شوي يقول لا ما عليش أنا في عندي ضغط وهذا الضغط أنت منسويه بس أنت تقول عني عني ضغط فتقدر تحكم بيومك ما أنا صاح التكنيكة الثانية تخبص بثكاء فأنا دائما أكل عندي ما هو هي نقطة ضعفي وما هي ضعمة وما أكل هالموضوع بلاك سأحب الموضوع مرة فبنسبة لي التخبص ونبضان جزء أساسي جدا في الأكل وطبعا تأثيره على طاقة طبعا الأكل اللي ما يكون مرة كده أيوه فالمقلي هذي الأمور تأثيرها على الإنتاج وعلى هذا بتكون موجودة فأنا بحاول دائما أن أوازنها بأشربون كتير أكل سلطة أتمرن تمرين بساعد أو بتحسي أنك تتعب فيه بشكل مؤقت بس الطاقة حقتي في اللي باقي اليوم بتكون أوصة بكتير من الساعة السبعة المغرب إلس الفجر حاكل 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 فأنا بالنسبة لي أقولي نفسي عبدالرحمن خبص بعد المغرب أفطر باللي تبغى بس باقي اليوم لازم يكون يومك زي يومك الطبيعي لا ما في ما في لا ما في هو وكمان أنت السحور يكون كده حاجة صحية كده تديني طاقة أكمل فيه باقي اليوم فألاقي أنه أنا أنا مصحصح بعد الفجر أقدر أخلصي كم حاجة أقرالي كم جزء من القرآن فطاقتي متحكم بيها والتخبيص كمان محسوب يعني التكنيكة الثالثة الكافين فالكافين هو الشيء اللي محفز خارجي بيتحكم بطاقته ويؤثر على طاقتك وعلى تركيزك فأنا بالنسبة لي يعني هذا زي ما أتشاف تكلمت عنه في فيديو بداية عشرين ثلاثة وعشرين وهذه حاجة بالنسبة لي كان جديد لأن الناس ما كنت أخد كافين نهائيا بس هذا فترة حسيت تأثيرها رهيب جداً وشفت ناس كثير يستخدموا الكافين بشكل محسوب أنه اوكي أنا على السحور سأخذ كافين عشان أقدر أكون صح صح وكمل مذاكرة فأتوقع أنك تشرب الشاي والقهوة حقتك أو حتى يعني فري ووركاوت أن تستخدم الفري ووركاوت قبل التمرين فهذه تساعدني مو بس وقت التمرين بعد التمرين تكون طاقتي عالية جداً وأقدر أركز فالمنهبهات هذه بتخليك تتحكم بطاقتك نوعاً ما أنه حتى لو ما فيك حيل تقدر أنه يكون فيك حيل بسبب الكافين طبعاً هذه نصيحة ما هي طبية نهائياً أنا بتكلم على كوب كوبين طبعاً في ناس يفرطوا في الكافين مر بزيادة وليها تأثير سلبي مر أنا ما بتكلم على هذا الجانب نهائياً لأنه أنا من الناس اللي كنت ما أشرب ولا كوب شاي ولا قهوة في اليوم لمدة أسابيع ولاحظت أنه يعني طاقتي تغيرت بالكامل لما صرفت أخطط أنه هنا هاخد لي شوية كافين هنا لا بعد المغرب وبعد العصرية خلاص ما أحقق كافين عشان أقدر عنام وما أعاني من النوم فأنت عليك تأخدها بناءًا على جسمك بناءًا على روتينك بناءًا على عادتك أصلاً مع القهوة والشاي إلى آخره المهم شكراً على مشاهدتك إذا عجبك هذا الفيديو ممكن تساعدين الفيديو كيف تحل مشكلة الاستمرارية 11 نصيحة من القلب أتمنى ساعدتك كثير وأتمنى أن تستاعدك إن شاء الله تستطيع أن تشاهدها سبحانك في الله وحمدك نشأل الأنسا بروتو بيلي مع السلامة